اشتركوا في القناة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي جمعنا واعتقد يمكن ثلاثة أسابيع انقطاع سبحان الله قدر الله ما شاء فعل رغما عني هذا الانقطاع لكن إن شاء الله هناك حزمة هائلة من البرامج والأشياء على مختلف الأصعدة بإذن الله تعالى رح تكون السنة القادمة رح تكون في برامج إن شاء الله رح يكون في بودكاستات إن شاء الله رح يكون في محاضرات رح يكون في دورات في المقاني وفي المدفوع لكنه أيضا رح يكون إن شاء الله في نقلة نوعية بالنسبة للمحاضرات الحضورية بإذن الله تعالى فكله كانت تخطيط لهذه السنة اللي هي القادمة بإذن الله تعالى اللي هي بعد بكرة إن شاء الله فاسأل الله تعالى لي ولكم تيسير والسداد فعذرون على ذلك الانقطاع لكنه كان من أجل أن نصنع لكم شيئا جديدا وممكن من ضمن الأشياء اللي نزلناها كانت اللي هي مفكرة أسماء الله الحسنى وتفعيل أسماء الله الحسنى وعلى فكرة أنا أول شيء أود أشكر فاطمة لغدانية معفة إذا تحضرنا ولا لا لكن أعتقد أنه هي ملهمتي في هذه المفكرة يعني ألهمتني فعلا لهذه المفكرة لأنها سألتني مرة سؤال وقالت لي ما عندش كدها يعني جدول فيه الأفعال المرتبطة بأسماء الله الحسنى فقط لحقيقة ما عندي فسبحان الله وهي تسألني قاتني فكرة المفكرة هذه وقلت ليش لا ليش ما أعمل مفكرة فعلا بدل ما تكون مقرد يعني فقط محاضرات ليش ما تكون شيء عملي الآخرين يستفيدوا منه إن شاء الله وتكون بالنسبة لهم حاجة مفيدة بإذن الله تعالى فراح أشرح شوية بعدين عن المفكرة لكن خلونا الأول في اسم الله المجيب ولازلنا نبحر في أسمائه الحسنى أسمائه التي لن نشبع منها ولن نروى من جمالها وحلاوتها اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد فإسم الله المجيب ولعل البعض يعتبره صفة من صفات الله ليست اسم ولكن أي كان فهي من الصفات الحسنى أيضاً لو افترضنا إنها ما بس اسم مقرد صفة لكنها أيضاً من الصفات الحسنى طيب ما خصائص هذا الاسم أو بمعنى صح ما صفات هذا الاسم وكيف ممكن نكون إحنا من أهل التفعيل لهذا الاسم وعلى فكرة من يفعل هذا الاسم فليفرح لماذا؟ لأنه سيكون من أهل الذين يستجاب لهم كما استجاب الله لنأنبيائه كلهم عندما كانوا بحاجة لله سبحانه وتعالى وهم دائماً بحاجة لكن لما كانوا في مواقف اضطرارية الله سبحانه وتعالى أقابهم بسرعة كيف نقاب بسرعة؟ وكيف الله سبحانه وتعالى يحقق لنا دعواتنا وطلباتنا بإذنه إنه هو السميع المجيب تعالوا نشوف هذا الاسم أول شيء من خلال الآيات الكريمات لو تلاحبوا اسم الله المجيب يمكن جاء في آية واحدة يقول الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب أريدكم تتأملوا الآيات زين ما زين يعني لأنه بتكتشفوا بعدين أنه فيه أشياء سبحان الله تفلت منه كذا في حاجات تفلت منه أثناء القراءة نركز فيها وسبحان الله لما نجي نتأمل الآية ونعيدها حبيباتي أهل التدبر اشتقت لكم واقت تعالوا نتأمل الآية ونركز فيها وقرينها أكثر من مرة وشوف أنه الله تعالى يقول لنا في هذه الآية بالذات هذه الآية بالذات ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون يعني الله سبحانه وتعالى عندما يجيبك يا حبيبتي هو السريع نعم من يجيب لما يجيبك يا حبيبتي معناته ما يجيبك إقابة عادية بل إقابة فوق ما تتمنين وفوق ما تحلمين الله تعالى يقول أيضا في الآية التي تطبطب على قلوبنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فإني قريب لاحظوا قريب أكثر من مرة نسمعها كلمة قريب قريب مجيب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله سبحانه وتعالى يقولنا فليستجيبوا لي ها الإقابة هنا فعل الشرط فعل الشرط الذين استقابوا لله شوفوا الذين استقابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيم إذن لمن الأجر العظيم للذين استجابوا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل يعني الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل ولذلك إذا كنت تعمل عمل أعرف أن له استجابة يعني إذا أنت سويت عمل صالح له استجابة من عند الله سبحانه وتعالى يعني ما شرط الدعاء كل عمل تدعين الله تعالى به أو تريدين به الله تعالى أي عمل ما شرط ما كنت أنت أصلا تدعين بذلك الدعاء لكن الله تعالى له استجابة يعني الله تعالى يقزيك مباشرة هذه استجابة الله لأنه المجيب بس تعالوا أن تأمل أكثر في المعاني المتعلقة بهذا الإسم الرائع كلمة مجيب يعني أن الله تعالى قريب يجيب عباده قرب من منها يقاوبني منها يرد علي لو أنا طيتكم ببساطة لو كنت تنادين في مكان ما وهناك فقط في ذلك المكان مجموعة من الأشخاص واحد منهم من هذول الأشخاص هو شخص يعزك فإذا ناديتي من الذي سيرد عليك ألا يرد عليش الشخص اللي يعزش في ناس ثاني بتقول ما لهذه المجنونة تنادي لو أنا في مكان بيقولوا ما لهذه المجنونة تنادي لكن من سيرد لأن الأم شوفوا لاحظوا الأم الأم عندما الإنسان يوم يتألم ما دايما يقول ينادي الطفل خاصة لما يبكي ما ينادي أمه ألا ينادي أمه لما يتألم لما يطيح لما شيء على طول وين يروح يروح عند الأم لماذا الأم لأن الأم هي أقرب له ولأنه يعرف أن الاستجابة لأن الطفلها يعرف أن الاستجابة من الأم أسرع يعرف إنها تقاوبه يعرف إنها تقاوبه يعرف إنها ترد عليه فلذلك الله سبحانه وتعالى عندما يقول لنا أنه مجيب أي أنه قريب لأنه ما يقاوبك حد إلا إذا كان قريب ما بيرد عليك شخص ما يعرفك ما بيرد عليك إنسان لا يمت لك بصلة والله سبحانه وتعالى يتصل بعذاله يصلهم لكن إحنا المواصلين الله تعالى يجيبنا لأنه قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الإجابة السريعة بدون واسطة ما تحتاجي واسطة ما تحتاجي تبلغي حد عشان الله سبحانه وتعالى يرد عليك أنت مباشرة تقولين يا رب الله تعالى يقول لبيك عبدي الله تعالى الله سبحانه وتعالى بجلاله وقدره وعظيم سلطانه يرد عليك يقول لبيك عبدي خيلين لما أنت تقول يا رب في لحظة ظلم في لحظة ضعف أنت مظلومة أنت ضعيفة أنت محتاجة أنت تسألينه أنت في ضائقة أنت في ضيقة أنت في مرض أنت في حاجة الله سبحانه وتعالى يقول لبيك عبدي يجيبك فإذن المجيب أي أن الله سبحانه وتعالى سريع الإجابة لا يحتاج إلى واسطة لا يحتاج إلى واسطة الإجابات لها أشكال عند الله سبحانه وتعالى وهذه مشكلتنا إحنا البشر لا ندرك إجابة الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن عقولنا ما لمشغولة بشكل محدد للإجابة لكن إجابة الله نصرة قد تكون على شكل نصرة إجابة الله قد تكون على شكل دعم إجابة الله قد تكون على شكل ولاية إجابة الله قد تكون على شكل هداية إجابة الله قد تكون على أشكال مختلفة ما ممكن عقلي أن يستوعبها ولكن نحن عقولنا وحدة قالت أنا أبغى فلوس تتوقع الإقابة فلوس مباشرة ولكن إجابة الله قد تكون درس يوصلك إلى أن تحصل على المال فالناس على بالهم الإجابة بقدر الطلب لكن الله تعالى لا يجيبنا فقط بل يربينا يربينا تعرفوا إيش يعني يربينا لأنه أحيانا نحن نطلب أطلاء قد تكون صحة نعم لأنه أحيانا نحن نطلب طلب أصلا يعني مثل واحد إيش يقول أنا أريد قطعة سكر أو أريد سكريات لكن في المقابل هو عند السكري فلما الطفل يقول حال أمه أنا أريد قطعة السكر وهي تقول له لا هي تجيبه بلا بالمنع أيوة وقد يكون ما نطلبه أصلا لسنا بحاجته فيمنعه الله عنه أو فيه ضرر فعدم إجابة الله لك هي إجابة في حد ذاتها فأشكال الإجابة ما شيء واحد معين وهذه مشكلتنا تعاملنا مع اسم الله المجيب محدود إحنا دائما تفكيرنا أنه الله تعالى لما يقاوبني يعني لازم يقاوبني بقدر ما أنا أريد بالله عليك وهل تدرك أنت تفاصيل كل شيء لا أنت ما تدركك في تفاصيل كل شيء طيب الله تعالى يجيبك دائما والامتناع عن الإجابة بحد ذاتها إجابة هذا من المعاني الشاملة لإسم الله المجيب ولكن متى يمنع أو تمنع الإجابة متى الله تعالى يمنع عنا الإجابة سببين ما هم هذان السببين السبب الأول السبب الأول أول شيء سؤال لم يرفع أصلا سؤال لم يرفع كيف يعني؟ يعني أصلا ما وصل عند الله تعالى معقولة أيوة معقولة دعاء لم يصل إلى الله تعالى أنت على بالش بحث صوتش وفي ناس تلح 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 لكنه لم يصل لماذا؟ لأن به علة والله تعالى لا يصله شيء به علة دعاء في علة؟ نعم هناك دعاء فيه علة انتبهي كيف يعني؟ يعني في ناس تدعو الله سبحانه وتعالى تدعو 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 ولكن القلب ماله غافل القلب مشغول فإذن هذه علة معنى تدعو ما وصل أصلا لم يصل إلى الله فطبيعي ما فيه إيجابة يعني مثل واحد شال رسالة وهذه الرسالة ضاعت في نصف الطريق ضاعت عنه الشخص ينتظر إيجابة طب الرسالة ضاعة أصلا فكيف تصل الإيجابة؟ ما وصلت ما وصلت إلى صاحب الشأن فكيف تنتظر منه إيجابة؟ إذن عدم ورود الإيجابة سببها أن هناك دعاء به علة يعني معناته أنت تدعو الله بدعاء وعندك علة فلا يصل إلى الله أشياء معلولة يا يوصل شيء سليم تمام التمام أو الله تعالى لا يقبله؟ لا يقبله طيب سبب الثاني سؤال الله سبحانه وتعالى أوقفه لأن به ضرر في ضرر هيحصل لك ضرر لو صار لك أنت فعلا بذلت البهج ودعيت الله سبحانه وتعالى لكنك أنت ما شايف أن هذا الشيء الذي تريده به ضرر إذن هناك سببين رئيسيين الأول دعاء به علة والشيء الثاني أن هناك منع حتى لا يقع عليك ضرر طيب ممكن الله تعالى ينزل عليه شيء في عقوبة أيوة بس العقوبة لما تنزل عشان تنفعك ما عشان تضرك يعني عكس ما أنا أريد نعم ممكن الله تعالى يعطيك عكس ما تريد لماذا؟ حتى ينفعك لأنه رأى الله تعالى أن عكس ما تريد هو الذي ينفعك وليس الذي تريد لكن في النهاية في نقطة لازم نتفق عليها أن الله تعالى يجيبك بالضبط ممكن تكون تطهير ممكن تكون تطهير لك ممكن تكون تدريب لك ممكن تكون تربية لك ممكن تكون تربية لك وإنت ما مدرك لكن الإنسان ماذا يقابلها؟ يقابلها بالامتعاض يقابلها بالتشكي يقابلها بويش؟ بقلة الصبر يقابلها بقلة الصبر ما يصبر مستعقل المجيب تدل على المعية الله معك وهو معكم أينما كنتم تدل على المعية؟ يعني تخيلوا تخيلوا أنه إحنا هايمين كذا ولا يوجد لنا رب نعبده ولا نسأله ولا نطلبه بالله عليكم من وين قيب طلباتنا؟ إلى أين نرسل سؤالنا؟ أو دعاءنا حال من؟ هنتوه ولا ما أنتوه؟ فإذن المجيب دليل المعية يعني الله تعالى معك الله تعالى موجود عشان يعطيك فلا تظن بالله إلا خيرا نقل النقطة الأهم والأخطر نحن لا شك لنا في الله ما في شك الله سبحانه وتعالى يجيبنا يجيبنا هنا إحنا عندنا المشكلة هنا عندنا إحنا المشكلة القضية موجودة عندنا إحنا إحنا الخلل فينا وين الخلل؟ في تفعيل اسمه المجيب تعالوا نقول لماذا لا تفعل أصلاً أو لماذا لا تجاب الدعوات ومتى تجاب الطلبات قلنا سؤال ودعاء به علة في هذه الحالة أصلاً هذا ما يروح ما يصعد الشيء الثاني سؤال إذا كان الدعاء بيقين مع استغفار وعمل صالح استغفار وعمل صالح ولاحظوا لاحظوا الله سبحانه وتعالى عندما أجاب أنبياءه إيش الميزة مالهم؟ عندهم يقين عندهم تطهير عندهم عمل صالح ما ممكن ما يكون عندهم ذا الثلاثة أشياء هذه هي استجابة الأنبياء استجابة الأنبياء يقين استغفار 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 عمل صالح ولذلك تجاب لهم الطلبات حتى لو كانت مستحيلات تبغى الله سبحانه وتعالى يجيب لك المستحيل كن موقنا به دعوه أنتم موقنون أكثر من الاستغفار وعمل وقعل لك بينك وبين الله عمل صالح ليش؟ لأن العمل الصالح هذا يسرع وصول ها وصول سؤالك لله فتصلك الإجابة أسرع الناس كل إيش قالتين يسويوا مكانهم ويقول لش نلح في الدعاء هل نلح في الدعاء الفكرة ما فكرت إلحاح في الدعاء الفكرة هل إنت استجابتك لله سبحانه وتعالى كما يجب كيف يعني يعني إذا كانت استجابتك سريعة وكما ترضي الله تعالى فإن إجابة الله أسرع البر الصدقة الأعمال الصالحات على أشكالها الأعمال الصالحة بأشكالها وحتى إقامة الصلاة وحتى مثلا تدبر القرآن كل الأعمال الصالحة هي إيش؟ إحنا نسميها مثل وقود تسريع تعرفوا فيه في السيارة يركبوا حقا يسمها توربو أو شيء كذا في السيارات إيش الفائدة منه إذا يقول لك عشان يدفع السيارة تنطلق بسرعة هذه الأعمال الصالحات هي نشبهها مثل التوربو في السيارة يجعل الدعاء سريع يصل ويجعل الإجابة أسرع يجعل الإجابة أسرع إذن وين الخلل بالضبط؟ هل في اليقين؟ هل في الاستغفار؟ هل في العمل الصالح؟ أحيانا ممكن يكون الشخص على فكرة عنده يقين وعنده استغفار وعنده عمل صالح بس عنده مشكلة عنده أن الاستقابة ماله خاطئة كيف يعني خاطئة؟ هنشوف كيف ممكن نفعل اسم الله قلبه لاهي ممكن أشياء ثانية راح نشوفها إيش المشكلة بالضبط؟ وهذا النقطة اللي أنا قلت لكم إنها الشيء الجديد اللي سبحان الله تعالى الله فتحه علي خبركم كيف فعلا لما الله تعالى قال وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي وَقَفْتُ عِنْدِ كِلْمَةِ فَلْيَسْتَجِيبُوا فَقُلْتُ مَا الَّذِي يَقْصُدُهُ اللَّهَ تعالى بِكَلِمَةِ فَلْيَسْتَجِيبُوا إذن معنات الله تعالى يريدنا أن نفعل اسمه المجيب وأن نفعل اسمه المجيب أي أن نستجيب أن نكون من المجيبين طيب كيف أكون مجيبة أنا وهنا الأسئلة اللي مفروض نسألها أنفسنا طيب الآن أنا قبل ما أتكلم عن التفعيل إيش العلل اللي ممكن تكون في الدعاء في علة أن يكون دعاء طيب لكن النية خبيثة هذه علة أن يكون الدعاء خبيث كيف يعني الدعاء خبيث؟ من تعطيني مثال على دعاء خبيث؟ مثال في ناس كذا تدعي أدعية خبيثة يتقول لش لا أنا طلبت حلالا انتقام من شخص نعم هذا دعاء خبيث الدعاء للناس صح يدعو لغيره بالشر صح هذا دعاء خبيث أو أن يدعو على أحد كأن يقول يا رب يعني أنه مثلا تتفرق هي وزوجها يا رب أنه هي تموت يا رب هذا يسموها أدعية خبيثة بالله عليكم نعم دعاء بشر للآخرين هذا فيه خبث ما ممكن يقبل طيب دعاء مع إصرار على معصية كأن يدعو أيوة وأن يسلب يسلب ما عند غيره دعاء بزوال نعمه نعم هذه كلها أدعية خبيثة أدعية العلة لهذه لا تصل ولذلك إذا واحدة تقول أنا دعيتها الحد بالموت مات هل معناته أنه أنا دعائي أصلا يعني أقول لكم أن دعاءك ما إنه وصل ولكن وافق قدرا الله تعالى كان قد قدره على ذلك الشخص أصلا ما عشان دعائش لأن الخبائث لا تصل إلى الله لا تصل إلى الله إذن ماذا حدث ما حدث أن وافق قدر الله تعالى أنزله في نفس الوقت أيوة الله تعالى ينتقم منهم فانت على بالش إن الله تعالى استقاب لدعائش لا الطمني بل لأن الله تعالى أنزل قضاء وافق أنزل قدرا وافق دعائش بس ما لأنه استقاب لدعائش لأن الخبائث ما يستحب أن يدعو المظلوم يعني بشر لا ما يفترض حتى لو مظلوم الله تعالى علمنا كيف ندعو دعاء المظلوم أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل هذا دعاء المظلوم قولي حسبي الله ونعم الوكيل أما تصير الدعية على إنسان بس عشان تنتقم لنفسك المسألة ما مسألة انتقام للنفس تراها المسألة أكبر من ذلك أما لو كل واحد كان يقول يعني أريد أن تقم لنفسي ما أظن بقى في الأرض حد ما أظن حد يبقى في الأرض وشوفوها بالمنطق لو كانت صح تستقاب هل بقى حد في الأرض من منا ما أحد المشكلة أنه أنا يعني شوفوا هذه إجابة مثل ما قلت لكم الأدعية ربنا مش ظالم يستقاب لدعاء خبيثة مش محلة لا الله تعالى مستحين لا يقبل الله شوفوا أول شيء الله تعالى يعلم أنك ظلمت هذه حقيقة والله تعالى يبقى مع المظلوم لأن الظلم ظلمات الله تعالى ما يقبله فأنت حتى لو ما دعيتي أصلا حتى لو ما دعيتي الله تعالى يعني الله تعالى سيرضيكي لكن إذا في إنسان أذاكي وانت رحت الدعية عليه وشغال الدعية عليه وبعدين تكتشفي أنه أصلا ما صار له شيء انت اللي هتموت من الغيظ ثم إذا صار له شيء بالضبط الأصل المسلم لا يلوث قلبه لأنه إذا تلوث فأصبح هو والظالم واحد وفي قصة من قصص الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان اثنان من الصحابة واحد كان يغلط على أحد الصحابة واحد كان يغلط وكان ساكت 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 أول ما بدأ يرد اللي ساكت قام الرسول صلى الله عليه وسلم وغضب فقال يا رسول الله كان يسبني سبني وانت ساكت قال لأنك كنت في مقام أحسن عنه ثم أصبحت بعد ذلك متشابه له خلاص صرت مثله نعم هذا يدل على الانتقام عقائب قدرتك لكنه أنا أقول ممكن ندعو بهذا الدعاء على اللي هم أصلا الظلمة صراحة منهم الظلمة صراحة الظلمة صراحة مثل مثلا اللي هم يسلبون الناس أراضيهم يهجمون عليهم يغتصبون نساءهم يسرقون أراضيهم أو ينهبون بيوتهم هذا لأيوة ندعو عليهم بهذا الدعاء لأن هذا تعدي هذا تعدي والسحر نعم هذا تعدي دعاء دعاء بقلب مريض دعاء بقلب مريض شك غفلة بس ما عرف إذا كنت تعرفي إذا سحر أو ما ساحر أنت ما تعرفي هل أنت متأكدة أنه هو ساحر أو لا دعاء بقلب مريض يعني شك غفلة معصية خوف استعقال بقهل مستعقل هذا في علنة في الدعاء هذا في علنة الدعاء إذا كان شك أو غفلة أو معصية أو خوف تدعينه وأنت خائفة يعني ما فيه يقين ما نفع ما يركب وأيضا الاستعقال استعقال كيف بقهل يعني مثل واحد يقول تو 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 يا رب تو قاوبني تو يا رب تو طب ممكن تو أصلا وذرك أنت الآن لست في موقف حياء أو موت متى يعتبر الدعاء عاقل عندما يشعر الإنسان أنه سيهلك كيف يعني يهلك يعني خلاص مثلا هو في البحر لا طعام ولا زاد ولا ماء ولا شيء ذلك الساعة نعم يريد إجابة عاقلة مضطر 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 نعم هذا دعاء الاضطرار لكن واحد يقول يا رب تو 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 أنا بغي فلوس تو أنا بغي فلوس تو تو أنا مضطر بغي فلوس وما أدراك أنك مضطر بس لأنه فلاني يطالبني طب أنت ممكن تقول يا رب أسألك نصرة يا رب إني مغلوب فانتصر هشوف كيف الإجابة بدقي بدقي سريعة لكن في ناس كذا مثل اللي يطلب مثل الطفل لما يقول حال أمة تو تشتري لي الحاقة الفلانية تو تقوم توديني تو الآن نروح الدكان بنفس الطريقة قهل لا بد أن يحسن الإنسان تلفظ الألفاظ لما يدعو الله سبحانه وتعالى أنت المحتاج بعد تتشرط أنت الذي يحتاج إلى الله بعد نتشرط شيء عقيب تعالوا نشوف تفعيل اسم الله المجيب كيف نفعله أنا عشان الله سبحانه وتعالى يكرمني لا بد أن أكون كريمة طيب عشان الله تعالى يجيبني لا بد أن أستجيب فأكون مجيبة طيب السؤال الآن كل واحدة الآن أسألها سؤال هذا إذا ناداك الله لأمر كيف تجيبه كل واحدة تسأل نفس هذا السؤال لما الله سبحانه وتعالى يأمرك بأمر كيف تجيبين هل أنت ممن يسارعون ولا ممن فكر قبل ولا ممن مخلنه الله سبحانه وتعالى رقم اثنين ورقم ثلاثة ولكن في أولويات إذن لماذا تريدين من الله تعالى أن تكون إجابتك سريعة وهو يناديك خمس مرات في اليوم كيف هي إجابتك للصلاة هذا يناديش يقول لش فليستقيبوا لي هذا نداء الله لك كيف نداءك كيف نداء يعني كيف استقابتك للنداء هذا الشيء الله تعالى يقول لش فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا كيف استقابتك للإستغفار الله تعالى يقول لش لا تقربوا مال اليتيم كيف استقابتك لذلك الله تعالى يقول لكم لا تقربوا الزنا كيف استقابتك لذلك الله تعالى يقول لكم لا تأكلوا الميتة كيف استقابتك لذلك الله تعالى يقول لك إياكم والظن الله تعالى يقول ولا تقسسوا كيف استقابتك لذلك الله تعالى يقول إلا من أطلعها بقلب سليم كيف استقابتك لذلك السؤال الآن هل أنت سريعة الاستقابة لأوامر الله حتى تطلب من الله أن يكون سريع الاستقابة معك الله تعالى يقول لش فليستقبوا لي طبعا طيكم نكتة نكتة لكنها نضحك تبكي سمعتوا عن نكتة تبكي بتسمعوها وأغلبنا يسويها لكنها تبكي بس ضروري نكون صريحين مع بعض إيش هي هذه تعرفوا الله سبحانه وتعالى أحيانا للإنسان يطلب طلب من الله سبحانه وتعالى يعني إحنا نطلب طلب من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى إيش يرسلنا يرسلنا الإجابة على شكل آية آية تقش واحدة تقول لش مو أسوي بها الآية تروح ترجع تدعي مرة ثانية هذا أمر من الله تعالى يقول لش افعلي ما في الآية وردد الآية وهي قال ستفكر حضرتها وتقول صح فعلا تقيني الآية في كل مكان تقيني في الحلم تقيني في التلفزيون تقيني في مدري وين تقيني وهي تمر عليها الآية ولكن أنا ما فاهمة وإش المطلوب مني وبعدين تقول الله تعالى ما استقابلي تو هو رسلش عمل تعمليه قبل اعمليه استقيبي كوني سريعة ساعتها ستكون الإجابة من الله أسرع أعطيش مثال آخر واحدة تريد من الله سبحانه وتعالى أنه يرزقها مال فيقي شخص واش يقول لها بعد ما تدعو يقي شخص يتصل فيها تلفون وهي تشكيله فيقول لها فلان بصراحة بصراحة أنه أنت أصلا من النوع اللي واقد يصرف شوفوا يصرف واقد فأنت لو تقليلي مصاريفش لو تقليلي مصاريفش شوية تقول لش بس أنا محتاجة تو هذه رسالة الله تعالى يقول لش قليلي مصاريفش عندش مشكلة في سلوك الصرف عندش مشكلة أين استقابتك للأمر وهي مصرة تقول لش وأنا ألح 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 بالدعاء طب هو يقول لش إنه عندش مشكلة وانت عارف عنها مشكلة ومع ذلك تقول لش أنا أريد فلوس كيف ستكون الإجابة إذا كانت استقابتك يعني ماذا نقول هناك مسوي نفسي عبيط ما فاهم مسوي نفسي عبيط واحدة مثلا تقيها آيات الاستغفار تقول لش واقد تقيني آيات الاستغفار بس أنا ما فهمت معناته في ذنب واقف لو هو يا الله تعالى يريد أن يجيبك يريدك أن ترى الإجابة يريد أن يؤثر لك وحدة هنزين إيجابة أيوة استقابتنا متعثرة بالله عليكم إذا كانت استقابتك متعثرة فلما تلقون اللوم على الله وتقول الله لم يجب لي والله بريء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ليش لماذا نقول يا رب لما لم تجبني والله تعالى يقول لك أرسلت لك مرة ومرتين وثناث وأجبتك وأنا الذي يجيب أنا المجيب إندي قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني لكن أنت ما تفهم هذه مشكلتك لماذا لأنه أنت حضرتك حاصر نفسك في إجابة وشكل معين الله تعالى يقول لك فليستجيب كلمة فليستجيب تعرفوا إيش معناتها معنات الله تعالى سيرسل لك أمرا سيرسل لك فعلا سيرسل لك شعورا سيرسل لك إمرأة إنسان حدث أي شيء في النهاية ماذا يريدك أنت أن تستجيب لها وبعدين فإذا استجبت لها كان الحل في تلك الاستجابة كان الحل في تلك الاستجابة ما الله تعالى يقول لك فليستجيب في ناس تقول ليش فليستجيب طيب وحدة تقول أدعو 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 الله تعالى أدعو الله تعالى وهي صلاة الفقر ما مقدتنا هزين صلاة الفقر ما مقدتنا هزين إيها ذاك الشعور دائما الهاجس ما أنت لو تقيمي صلاة صح لو تحافظ على صلاة الفقر الله تعالى بيقابش فتقول خلاص خلاص أنا بصلي تقل اليوم الثاني ما تحافظ على صلاتها وبعدين تروح تدعي يا رب ساعدني أيقيها مرة ثانية ذاك الهاقس في نفسها شوفوا الله تعالى يرسلوا لها الإيجابة في نفسها لأن الإنسان عارف الإيجابات كلها في نفسه عارف أن صلاة الفقر عندها ما ضابطت منها فيقول لها صلاة فتقول إن شاء الله إن شاء الله تقل الصباح نفس الشيء ما تقوم حال صلاة وبعدين تقول أنا صلي عشر سنين أدعو نفس الدعاء وما ستجيب لي حبيبتي أنت في عندش إلة وانت عارف أن هذه الإلة هي السبب الله تعالى يقول ليش حليها الأول حتى تأتيك الإيجابة وشوفي إذا حليتيها بتجيش الإيجابة ولا ما بتجيش الله تعالى يجيبكم والله الله تعالى يجيب يا ناس الله تعالى مجيب لكن مشكلتنا إحنا إيجاباتنا باغينها بس إحنا على بالنا هذا ضغطة زر دائما نقول هنانا دائما نقول هنا نحريم على بالنا أن هذا برنامج طلبت وإذا هو برنامج طلبات يعني أنا بس أضغط الزر أريد الأكلة الفلانية في الوقت الفلانية حتى الحين حتى طلبات صار دمهم ثقيل وصاروا إيش ما يوصلوا حسب الوقت اللي يقولوا بعده أول كان يعوضوش على التأخير ثماشا تعويض أول بعده يجينا خمسمائة بيسة ثم بعده التوصيل زايديننا ثمانمية وفوق كذا بعده التأخير يقول لش جاي جاي في الطريق الله يسافركم الله سبحانه وتعالى والله يغيظوني صايرين نفغل نطلب الطلب يقول لش نص ساعة يقس ثلاث ساعات ليش يا ربي ما نفهم وتقيد تشتكي عليهم عاد تطلع روحش لما شايلين أصلا حتى خاصية الشكوى أول كانت سهلة ثو تلفوا الدور وترس الرسائل ومعرفه ثو تتعشيا قريب إذن الله سبحانه وتعالى يريدك أن تجيب يقول لك فليستجيبوا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي يؤمنوا بي هذه مرتبطة باليقين هذه إلها علاقة باليقين وليؤمنوا بي باليقين طيب فليستجيبوا فليستجيبوا مرتبطة بما يدلك الله عليه من أوامر ومشاعر وأفكار وسلوكيات يعني يقول لك اعمل كذا ولا تعمل كذا يرسل لك رسائل استقب لها نفذها واحدة مثلا تقول يا رب يا رب ساعدني أنا متأزمة في الموضوع الفلاني يجيها شخص يقول لها ليش ما تروحي فلان ممكن فلان يعني بيساعدش أنا أروح عند فلان طيب الحل عنده أنا ما أروح طيب ممكن يكون أصلا حلو ما تريدينه عند فلان والدليل إنه قاش شخص وخبرش قال لش روحي عند فلان ممكن يساعدش الإيجاب عنده طراء الله تعالى مسخرنه لش تقولش أنا ما أروح نزيل والظلة تقول يا رب يا رب ما قاوبتني يقال الله سبحانه وتعالى يرسلها شخص غيره قصة العابد اللي في العاصفة قالتها نفس الشي فلان أساعدش لا 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 كله ولا أحد يساعدني وخلافي ذلني إذا فلان وحده عارض المساعدة لا أنا ما بغا أحد يساعدني خلافي بكري إذا نقحت الله شو بيقول أنا ساعدتها أنا ما عارضتي ليش تقدمي الشغيابة الحلال ولا تقولش ما شي مساعدة بدون مقابل ليش يعني بغي يساعدني نسيء الظن الله تعالى ها أرسله ما نفهم استقابتنا خاطئة مع أن الله تعالى يقول فليستجيبوا عرفت لماذا أدعيتنا لا تستقاب ما إنها ما تستقاب هي استقيبت لكن إحنا مشكلتنا في فهم هذه الرسائل أحيانا يكون عندنا أيضا سلوك سلوك خاطئ والله تعالى يقول لك إن نغير هذا السلوك تتغير النتيجة وتقيق الإيجابة لأن هذا هو المانع إحنا استقابتنا إلى مصر مصر يعني مثل واحد عنده سلوك إنه أصلا هو من النوع اللي خلينا نقول يكذب وعارف إنه هو من النوع اللي يكذب الله تعالى يقول له أوقف كذبا تأتيك الإيجابة هو مصر ما يعرف غلا يكذب يقول لش لا أباطو بتقيني الإيجابة إبليس دعوه وعاصي إذن أنا بتقيني الإيجابة طب الله تعالى يعطيك يريد يعطيك إيجابة حلوة إيجابة تنفعك الله تعالى يربيك إبليس ما يريد يتربى أنت تريد تكون مثل إبليس إبليس ما يريد يتربى بتكبر أتريد أن تكون مثله إبليس تكبر الله دعا لك إنه تكبر فإنت لما تقول لا 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 كن أذكاء ولا تقع الإبليس يخدعك بسلوكه إذن الإيجابة تريدها من الله تريدين الله تعالى أن يجيبك عليك أن تكوني من المستجيبين والمجيبين فالإجابة من الله مقرونة بشيئين استقابة منك يقين زائد يقين من أرادت أن يستجيب الله لها فلتستجب إحنا يمتروحي تدعي يا حبيبتي انتبهي لا تنشغلي بشكل الإجابة لكن انشغلي ماذا من الرسالة التي سيرسرها الله لي فأستجيب لها كيف كيف سيدلني الله على الإجابة هذا اللي تشغلي فيه كيف سيدلني بأي شكل ستأتيني الإجابة بأي شكل ما أروح أنا قال سأحرص النتيجة واقفة مكاني ثم أقول أن الله تعالى ما أعطاني ليش لأننا على بالي الإيجابة كيف تجي عبارة عن إيش كما قلت لكم عبارة عن قونية من الفلوس نازلة من السماء ولا شنطة يدقوا الباب ويخطفوا وكتبوا عليها فاعل خير وقفتحها ولقى فيها مليون هذا ولا تحلموا به هذا الأفلام والدراما هذا التركية لا تحلم بها أيوة ما نعرف عارف إحنا واكد مجمينين أفلام تركية إحنا على طول نشكل الإجابة على كيفنا لا هذا سيناريو بشري ما يمشي عند الله سبحانه وتعالى عسى الله يرزخكم لكن حتى نكون من أهل ذلك الرزق هي نحن ما ممكن الإنسان يورث ممكن يورث الحلقة هذا إن عشنا أصلا بالحلقة الستة آلاف أيضا شيء آخر هي فهي استقابتك لمن يحتاجك وهذه واقت خطير يعني شوفوا أنا أقولكم إياها مثلا وحدة تكون محتاجة مال فشوف الله سبحانه وتعالى يرسلها شخص محتاج فلوس وش ترد وش ترد حالي وحالك كان عندك أعطيني في ناس كذا يعني حد إنسان يطلبها شيء حالي وحالي طب قولي كلمة طيبة الله يعطينا ويعطينا قولي كلمة طيبة أنا وحدة محتاجة طب قولي كلمة طيبة قولي أسأل الله تعالى أن يغنيك ويغنيني أسأل الله تعالى أن يرزقك ويرزقني قولي كلمة طيبة فلذلك استقابتك 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 اللي بتوصلش فأيضا كيف تكونين مجيبة ومستقيبة لما يقال الله سبحانه وتعالى في عز حاقتك وطلبك الله تعالى يرسل لش إنسان محتاج والله تعالى للعلم يختبرك بتلك الحاقة لأنه يريدش تعمل ماذا عملا صالحا ثم ماذا ثم يأقرك بهذا العمل انتي ما فاهمه هي على بالها ولا في ناس يقول دوكم نبدا توقي يطلبنا وحدي محتاجة ناقصتناك أنا ولا إنسان يكون أحيانا مشغول في عز شغاله في عز شغاله تقل الأم دخل له يا والدي وهو يدعو الله تعالى أنه يرزقه شيء فدخل له يا والدي وديني مكان يبدأ ينفخ وانتوا ما تعرفوه وانتوا ما تحسوه وأنا مضغوط وأنا ما عرف ويش لا ويريد إقابة من الله تعالى انت غلقت الباب نعم أشكال والإجابات قلنا كثيرة لكن هي الفكرة الآن أنت لأوامر الله سبحانه وتعالى كيف تستقب لندما يطلبك إنسان كيف تستقب ما أنت عشان تكون مفعل لإسم الله تعالى عشان تكون مفعل لإسم الله تعالى المجيب لازم أنت أنت لازم تكون مستقب ومجيب يعني مثل واحد يريد الناس تعبره طيب إذا أنت بمعبر الناس كيف تريد الناس تعبرك لما واحد يقول ليش الناس ما تحترمني ما أنت لو تحترم الناس بتحترمك الناس بنفس الطريقة تريد الله سبحانه وتعالى أن يجيبك افعل ما يستحق أن تقاب كيف تطلب الله تعالى يجيبك وأنت لما يجي إنسان الله تعالى يرسلك إنسان محتاج وفي نفس الوقت انت لك حاجة فتقضي أنت حاجة عبدك عبده فيقضي الله حاجتك من سار في حاجة أخيه كان الله في حاجته فهمت الآن؟ يعني هي القصة في وحدة كانت تدعى الله تعالى يرزقها مال وفي يوم الأيام حد دعم ولدها ومات وصار الحكم يعوضوها بمال سبحان الله تعويض كان بقدر يلي كانت تدعيه هل هذه استجابة ولا قضاء ولا طريقة اتبعاء تحتاج طريقة لا أستطيع أن أفتي لكن سبحان الله قد يكون كذلك وقد يكون خير لها وخير لإذنها الذي ذهب إلى الله سبحانه وتعالى ولكن الإنسان يفترض أن تقول بكل ضطف بكل يسر بكل خير يعني نقول اللهم ردنا إليك ردا جميلا يعني الإنسان يختار دائما ينتقى حتى الله سبحانه وتعالى لكن أيا كانت نوع الإجابة فهي خير أي كانت أي كانت هي خير مدام كانت تريد المال أكيد كانت تحتاجه هو الله سبحانه وتعالى أنزله له بالطريقة اللي فيها خير لولدها وفيه خير حالها يعني صحيح فقدت ولدها ومؤلم لكن أكيد هو ذهب لمكان أفضل بإذن الله تعالى نحن نحسن الظن بالله وفي حكمه ولا نملك إلا أن نحسن من نحن حتى نسيء العياذ بالله إذن هي النقطة كيف هي استقابتك أيضا لمن يحتاجك ويحتاج مساعدك ممكن تكون أنت بحاجة ما فيه ناس تكون أحيانا ما لاقية ما لاقية ما لاقية تأكل شيء ويجي حد يدق عليها الباب فبآخر لقمة تتبرع بها وإذ بالله ماله يجيبها استقابت لسائل يسألها فالله تعالى يستقيب لها يقول لش فيه شخص من الأشخاص كان أمه مريضة مريضة يعني في شدة كانت مريضة وقالوا للأطباء إنه خلاص مثل ما يقوله انتظر أمك يعني ما فيه أمل خلاص ما نقدر نسوي أكثر من اللي سوينا فيقول ذهب بعد أن كلمه الطبيب ذهب وهو في هم وغم يفكر ثم فيقول هو يعبي بترول في محطة البترول يسمع ميواء قطة ميواء قطة فشاف هذه القطة يعني قنب المحطة كذا فيه مكان قنب المحطة يسمعها فشافة إنها توها والدة ويبدو إنها منهكة وقوعانة فيقول لش ذهب إلى يعني محل وقابلها حليب وضع لها الحليب يعني بمعنى إنه صنع معروفا في تلك القطة فيقول ذهب إلى البيت ويتصل به الطبيب فقال إذن جاء الخبر يعني على باله أنه خمص أمه توفت فقال له تعال بسرعة فلما جاء راح الرجال بسرعة المستشفى على أساس إنه إيش إنه أمه توفت فعندما ذهب وقدها تأكل تأكل بخير وعافية قلسة بعد ما كانت في غيبوبة وخلاص ميؤوس منها فاستغرب فيسأل الطبيب قال الله والله لا أعلم ما نعلم فتحت عيونها ونهضت تقول قوعانة شوفوا قوعانة فأطعمناها فسألها يقولها إيش صار قالت له حلمت قطة صغار تدعو يا رب شف أمه يا رب شف أمه فتقول فنهضت لأنه هي شافت شافت قطة فعشان تعرفوا استقابتك يعني أحيانا ممكن يكون في قط يقول لش ميو وعان تروح تقول لأنا ما نعقصتنا كلفين مكفيني تخوز عن قبالة وبهي في ناس كذلك ترد ثم تريد من الله سبحانه وبعد تروح ترد يا رب يا رب يا رب ولا ترد على القطة والقطة قاية تصوبها وهي تدعو وهي تقول لها ما عرفنا ندعي ما عرفنا ندعي قومي زحف عني والله تعالى يرسلها لها حتى ماذا تنتبه الإنسان يعني مشكلته دائما الإنسان أناني عندما يدعو مغرور يريد الإجابات على كيف ووقت ما يريد وكيف ما يريد طب أنت تطلب الله تعالى الكريم ترى تطلب العظيم أنت ما قالس تطلب أي حاجة أنت تطلب من الله كن أهلا لذلك الطلب كن أهلا حتى يعطيك استقب حتى تكون أهلا فيعطيك هذا معناته اسم الله المجيب أيضا على فكرة كيف هي استقابتك لنفسك لنفسك أيها لنفسك كيف يعني يعني الله تعالى لما يقول خناص ارتاح هذا القسد ريحي تقول لا أهلكه أأدبه طب الله تعالى يقول أنت تعبان تقول لا أأدبه أتتأدب أنت كمان تأدبت ما ينفع استقيبي وإذا ما استقبتي نفسك هتعرف تربيش بعدين هتعاند نفسك تخبرك تقول لش أنا مرهقة من الذنوب وهي ما تستقيب نفسك تقول لش أنا صدري ضايق من الذنب وهي خبر خير تدعو تقول والله داعيت أحياناً تعرف واش الذنب يكون حقد بسبب إنسان يعني واحدة مثلاً تقول لش أنا أدعو الله تعالى إنه هو يرزقني بذرية وأدعو أدعو 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 لما تسأليها تقولي لها ما في خاطر لش حقد على حد تقول لش بصراحة أنا صح ما أبيتها ومزوجي بالصراحة واكد أضايق منها وأكرهها شوفوا كيف أكرهها ليش أكرهها لأنها دايما تعايرني وتقول لي العقيم ما يمكن الكره ذاك يقول لش نفسش بطل كره لأنه الكره هذا هو اللي مانع نفسك مرهقة فلا توصل الدعاء إلى الله استجيبي أدقيها الرسالة تقولها تنصحها وحدة طيب بطل كرهيها تقول ليش ما أقدر خلاص إذن قلسي الدعية لما تموت ما في ذرية لماذا لأنه مثل ما قلت لكم يجب أن تكون الإجابة بقدر المنادي عندما يناديك الله تعالى بأمر سواء في نفسك أو في الآخرين أو أمر ما بينك وبين الله استجيبي له إذا كنت من أهل الاستجابة كنت أهلا للاستجابة إذا كنت ممن يسارعون للإجابة كنت بسرعة في ناس على فكرة ممكن يكون أصلا دائما في الأحداث الله تعالى يريدها أن تستجيب للأحداث يعني مثلا ينزل عليها فقد فمو تكون استجابتها تقول أنا مهمومة وعندي ديون أجيب عدني أن زاد ويتوفى عليه والدي والله تعالى يريدها أن تتعلم درس تكون الاستجابة أن تتلطف وتصبر وتكون من الصابرين لماذا؟ لأن الله تعالى يقولها يوفى الصابرون أجرهم بس هي ما فهمة هي مصرة تضل على نفس الشكوى بالمصيبة لمصيبة عشان تتعلم الدرس استجابتها أن تتعلم الدرس وتقول يا رب رضيت بقضائك وقدرك فإذا رضيت بقضائه وقدره الله تعالى قالها قرّي عينا فيعوضها الله تعالى فينسيها كل ألم لكن صحيح ما فهمة هي على بالها أنه لازم تروح تشتقي نساء كبار ورقال كبار نحترمهم حتى لو يقولوا ما يقولوا نحترمهم لماذا؟ لأن هذه ثقافتهم هذا وعيهم هل أنا حاسبهم على وعيهم دائما نقول اللعتب على الأوعاء اللي أوعاء الأعقل ما اللعتب عليهم همه إحنا اللي فاهمين يفترض ما تكون ردة فعلنا تكون عبارة عن غضب وضيق كيف هي استجابتك والأحداث والأقدار قالنا لما الله سبحانه وتعالى ينزل عليك قدر كيف أنت تجاوب معه؟ كيف تستجيب؟ استجبت له صبرا عوضت عن الصبر لذلك ماذا يقول المؤمن؟ اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها شوفوا الاستجابة من المؤمنين شوفوا المؤمن كيف يستجيب لقضاء الله وقدره شوفوا كيف يستجيب فكيف تكون إجابة الله تعالى حالهم؟ يوفى الصابرون أجره على طول استجابة سريعة لكن واحد يقلس يتذمر ويتشك ويبكي بالله عليكم أي استجابة سيلقى بيقول لك صال لسنين ونفذ الغم من مصيبة المصيبة لأنه أنت ما تريد تستجيب كما الله تعالى يقول لك صبر لا ما تريد تصبر أنت مقضنها شكوى فهو الظل في الشكوى تكون الإجابة شكوى غير استجابتك غير استجابتك تتغير الاستجابة أيضا يزيدنا صبر ما شكل الصبر اللي تتكلم عنه؟ ما شكل الصبر؟ كتمان إذا كتمان إذن أبشري بالكتمان والضيقة لا يزيدنا صبر أي يزيدنا ماله ثباتا اللهم ثبت قلوبنا اللهم اجعلنا في عبادك الصابرين لأنه أحيانا الإنسان لما يقول اللهم زدني صبرا ترى هذه زدني صبرا أحيانا إيش مفهوم الصبر عندش في عقلش؟ إيش معناه؟ خطيرة في بعض يما يقول اللهم زدني صبرا هو على باله كتمان فيروح يزداده كتمان فيضيق صدره فيقنط انتبه لصيغة الدعاء خطيرة اللهم نسألك صبرا جميلة نعم بارك الله فيك حبيبتي بدري بقدر ما تجيب تجاب وبقدر مسارعتك للخيرات تتسارع إليك الخيرات الدعاء مثل ما قلنا ما برنامج طلبات فأنت تدعي فإن أقبت الدعوة أقبت لك دعوتك طيب إيش اللي يسرع؟ كيف أنا أبغى دعائي يسرع ويذهب سريعا؟ يقين نية صالحة خالصة لله قلب طاهر قلب طاهر وعمل صالح إذا عندش هالأربعة أشياء أبشري 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 بالاستقابة بالاستقابة إذا كنت تستقيب لأوامر الله فأنت مفعل لإسمه المجيب فحق لك أن تجاب طلباتك عشان كذا كان الله تعالى يجيب من؟ طلبات شوفوا قال اقعل لي آية قال آيتك لا تكلم الناس ثلاثة لها على طول استقاب ما قال بكرة؟ طيب بعد سنة واحدة يقول لها أنت عندش المشكلة فلاني أنزين إن شاء الله أنا من الأسبوع القاي ببدأ أغير سلوكياتي سريع الاستقابة الأنبياء سريعين الاستقابة إذا أمروا بأمر أقابوا وهم من الأصل مستقبين لله تعالى فحق لهم أن تقاب طلباتهم والمستحيلات يعني هم مطمئنين حتى لما يدعوا مطمئنين بدون نقاش نعم ولا تتأخر دعواتهم لا تتأخر سريعة لماذا؟ لأنهم أصلا هم مسارعين فأن أنت ممن يسارع الإنسان ينشغل بالدعاء يقول لش ألح ألحه هو لا يسعى كيف يسعى؟ على بالهم يسعى يعني معناته أنه يعمل ولكن السعيق لتلكم ممكن يكون الله سبحانه وتعالى يرسل لك رسالة وهذه الرسالة عليك أن تفهمها وتنفذها هذا سعيق يعني مثلاً وحدة تقول أنا مثلاً أدعو أدعو الله تعالى وداماً تطلع لي سورة البقرة فوالله تعالى يقول لي سعيش سورة البقرة قرأي سورة البقرة إلا وحدة تعلق تقول لي وهل سورة البقرة أنقذت أولئك الذين دمرت بيوتهم وانتهكت حرماتهم واستحلهم العدو وطردوا منهم فموذ الكلام لو كان لك يقيناً والله لأنقذتهم سورة البقرة لو عندش يقين بالله سورة البقرة وغير البقرة بتنفعش لكن ما فيه يقين يعني أنا لو قلت لش ما أقول لش أنا الحين أنت أصلاً ما موقن بالله تعالى فكيف توقنين بما يقول وبما يأمر أنت ما موقن بالله أنت مشغولة بالهم فالإنسان يكون مشغول ثم إنها تريد أن إيش تريد أن تريد يعني أنا إذا قرأت سورة البقرة هيا يرفع الأذى عن الناس ولماذا لا لماذا لا لو عندش يقين يرفع نعم لكن من منا قرأ سورة البقرة عشان يرفع الاحتلال هذا السؤال هذا هو السؤال فهي بست فلسيفة على الفاضي وعلى قولة بعض الناس أو أن احتيان كيف القرآن الكريم احتيان أو أن هذا لا يحتالون استغفروا الله العظيم خليني أنا محتالة أفي الله شك فاطر السماوات والأرض خليني أنا محتالة الله تعالى تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا ما أعرف بعض الناس سبحان الله السعي يعني أنه يكون لنا عادات موصلة لما نريد وسلوكيات وأفعال ومشاعر وأفكار ما لها تكون صحيحة توصلنا إلى الإجابة ما أنت ما تقاب وانت فكرك حاجة ثانية وتصرفاتك حاجة ثانية سؤال الآن ما الشيء اللي أنت تريده كيف تصل لما تريد وإيش السلوكيات اللي تحتاجها لن تقوم بالشيء اللي أنت تريده الله سبحانه وتعالى يقول آية صريحة جداً جداً لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم آية صريحة وواضحة ما الذي يوجد في النفس أفكار مشاعر سلوكيات السؤال السؤال الآن أنت ما هي مشاعرك ما هي أفكارك ما هي سلوكياتك غيرها طبيعها تتغير النتائج يجي واحد يقول لك تعبنا من البرامج وتعبنا من الأشياء ومن الخطوة ما أنت تشوف الخطوة باسمها تطبق أنت ما قال ستطبق إذن العلة فيك وليس في من أنت لا تتغير أنت ما قال ستطبق في ناس تقول كثرة المعارف طيب أنت على كثرة المعارف مطلوب منك حاجة واحدة تركز عليه ركز على شيء واحد بس ما مطلوب منك تسوي كل شيء امسك حاجة ولو قليلة بس داوم عليها وشوف النتيجة هدقيك ولا لا ما المشكلة أنت لا تنفذ أنت لا تنفذ ثم غلف بناء السلوك باليقين غلف بناء السلوك باليقين ما ممكن تسوي سلوك في نفس الوقت عندك شك فإذن هنا وصلنا إلى نهاية قلستنا شوفوا سريعة ما طولنا اليوم ساعة عشان ما تقول أطول عليكم بعض الناس قالوا أعوان طويلات محاضرات أقل منزل نخفف عليكم وما نطول وهذه دعوة أيضا لبرنامج أربعون الناس اللي تسألني تقول لي ما هو برنامج أربعون عبارة عن برنامج نقوم به في يومين البرنامج هذا عبارة عن أربعين خطوة كل يوم تسوي خطوة الخطوة هذه تنقلك للخطوة اللي بعدها بتوصلش إلى حاجة اسمها أنه يصير عندش مثل السلوك هذا السلوك راح يوصلش إلى أنش انت تعرف الحل النهائي للمشكلة هذه أين اجتمعت هذه الخطوات اجتمعت هذه الخطوات في آية الدين لماذا آية الدين ببساطة لأن آية الدين هي التزام والإنسان علته والالتزام كيف يعني يعني الناس الله تعالى لما يعطيهم أمر مشكلتهم ما يلتزموا فيه طيب الله تعالى يعلمنا كيف نكون من أهل الالتزام عن طريق أربعين خطوة حتى تصبح ملتزما وخطوات بسيطة الله تعالى قسمنا إياها قسمنا إياها تقسيم عشان ما تكون ماله ثقيل عليك على فكرة في ناس سألتني من أهل من أهل الناس إن شاء الله عنهم هم يعني أيضا ظلعاء في التدبر وفي التفكر في هذه الأشياء فيسألوني معقولة طلعت أربعين قاعدة من آية الدين وحدها قلت الله والله هذا اللي الله تعالى وفقني واللي نعرف ترى في الموضوع أكثر من تذاك ما بيد حيله رايش مواز يستاهلوا يستاهلوا أهل التدبر نعم يستحقوا ذلك طبعاً لمن يريد أن يشترك فيه أربعون إن شاء الله رح نبدأ سبعة يناير بإذن الله تعالى الحلو أيضاً أنه فيه الناس اللي هتشترك في هذه الدورة أيضاً ستحصل على المفكرة مفكرة حسنة وهي مفكرة مرتبطة بتفعيل أسماء الله الحسنة أنا متأكداً أنكم ما رح تشوفوا مثل هاي المفكرة مثل ما قلتكم فكرتها جديدة تماماً 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 ما مثل المفكرات اللي قائمة على اكتب هدفك وما تكتب هدفك وما تتحقق هدفك لا هي عبارة عن أفعال وسلوكيات أنت تسويها تنفذها وبإذن الله تعالى أصلاً أنت رح تكون بشكل تلقائي على فكرة تراهية الفكرة الله سبحانه وتعالى ماذا يريدك المشكلة أننا مشغولين بتحقيق الأهداف لكن المفروض نحن نكون مشغولين ببناء القيم عن طريق تفعيل أسماء الله الحسنة فلما أنت تبني القيم هذه قد تمتلك الأشياء اللي تريدها تكون أصلاً تلقائي تقش كأنها مكافأة فما يحتاج تنشغل أنت أصلاً بموضوع تحقيق الأهداف والناس اللي إن شاء الله بتكون بكرة مشاركة معانا في هجرة الحصاد راح تشوف إيش المقصد والمغزى ربما سيوضح أكثر التخفيض 20 ريال هي بـ 25 ريال التخفيض 20 ريال وللعلم أتوقع يمكن حتى العدد أظن اكتمد ما أعرف هجرة الحصاد هي دورة في كيف تحقق غاياتك وأهدافك إن شاء الله السنة القادمة بحيث تكون سنتك سنة حصاد تحصد فيها الخير والإنجاز بإذن الله تعالى تبغيوا تحضروا ما أعرف فذا عنكم أنا راح نزلكم الروابط كلها شوفوا هذه الأشياء الجديدة اللي بتلقي فيها كل التفاصيل كل الأشياء اللي إحنا نزلينها جديدة في أكاديمية التمكين نعم تواصلوا معهم في أرقام هناك بأيد لكم هذا الإعلان كامل الشيء الآخر اللي سألوني عن المفكرة اللي سألوني عن المفكرة أول شيء فيها 12 مجموعة من مجموعات أسماء الله الحسنة يعني أسماء الله الحسنة مقسمها إلى مجموعات كل مجموعة تقريبا ستجدين أكثر من 12 فعل لكل مجموعة وهذه الأفعال تكون تفعلينها على ثلاث مستويات علاقتك مع الله علاقتك مع نفسك وعلاقتك مع الآخرين أول ما تبني القيم هذه مباشرة للأشياء اللي تريدها ومرتبطة بتلك المجموعة أصلا تتحقق أوتوماتيك أيضا فيه 12 مجموعة من الأفعال كل مجموعة لها مجموعة من الأفعال عندش الأفعال مثل ما قلت لكم مقسمة إلى ثلاث مستويات الأمر الآخر هناك أوراد قرآنية ليش الأوراد القرآنية الأوراد القرآنية هي تلك الطاقة النورانية اللي ترفع سلوكش وتزيد اليقين فيصير عندنا ويصير عندنا قيم ويصير عندنا يقين خلاص إقابتش مستقابة ودعائش مستقاب وطلبش مستقاب وهدفش أصلا وحده رحيك الطمني يعني احنا اشتغلنا على فليستقيبوا وليؤمنوا بي اشتغلنا على الثنتين جميلاتي نختم يلا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يسر لنا اللهم افتح علينا اللهم يسر لنا والله أفتح علينا اللهم بارك لنا ويسر أمرنا اللهم واعطنا سؤلنا اللهم واعطنا سؤلنا اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا اللهم إنا أبناءنا مقبلون على امتحانات اللهم إنا أبناءنا مقبلون على امتحانات اللهم وفقهم واشرح صدورهم ويسر أمورهم اللهم افتح عليهم مفاتيح الرزق والخير والبركة اللهم افتح عليهم فتوح العارفين العاملين العابدين يا رب العالمين الذاكرين لك الشاكرين اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين يا رب العالمين اللهم وسع علينا في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين الحمد لله كثيرا وطيبا مباركا فيه جزاكم الله خوات الخير ألقاكم إن شاء الله نعم مسجلة بإذن الله تعالى وسيتم إدراكها في اليوتيوب عما قريب بإذن الله تعالى جزاكم الله خير وبارك الله فيكم اللهم آمن حبيبتي سليمة جزاكم الله خير وبارك الله فيكم لحسن ظنكم بارك الله فيكم وفي مسعاكم وبارك الله أيضا وقتكم وكل أوقاتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استودعكم الله حبيبتي استودعكم الله